احترام المعايير المطلوبة قانونا أو منعى من العمل ما المانع من التأكد من وزن هذه الشاحنات فارقة ومشحونة حتى يتحقق من الوزن الصافي لحمولتها كيف أمكن لأرباب هذه الشاحنات الحصول على الشهادات الطبية من المكتب الوطني للوقاية الصحية والسلامة الغذائية أونسا إخضاع كافة شاحنات التي تنقل المنتوج البحري للفحص التقني وضرورة انتزامها بالمواصفات اللازمة توفرها في الشاحنات الناقلة لمنتوج البحري وأن تحضر لجنة مختلطة كافة عمليات الشحن جميع الأسماك نظرا للتصريحات الكاذبة بوزن ونوعية السمك التي يؤخذ بها دون أي تحقيق وقد الطرف عن الخروقات والتملص عن دفع الرسوم المستحقة بتزقية من طرق المكتب الوطني الصيد البحري والطبيب البيطاري ضرورة قامة ميزان خاص لوزن الشاحنة الداخلة ميناء الداخلة والانتباه إلى خزان المحروقات لكون هذه الشاحنات لأنها وزنها فارقة تكون خزاناتها مملوئة بالماء إعادة تشغيل ميزان نقطة الكراع على الحدود بين وادي ذهر وبجدور والتزويد هذا النقطة بجهاز سكانت وهذه الناس الشيء الوحيد اللي تملك كرامته وعزة نفسها واللي يربطها بالمغرب بالمغرب يربطها به العرش العلوي وهو قرر العرش العلوي المجيد وكتشاهد نفسها الساكنة لأغنى جهة بحرية وذو مستقبل فيلاحي والسياحي وحتى في مجال الطاقة والمعادن وقائمة طويلة كتشاهد نفسها مجرد من كل شيء حتى من أبساط الحقوق والوقت اللي جينا نوقفو به هذا الشيء واللينا كان نتهمه بالانفصاليين وبأننا كان نخدمه جاندات البوليزاريو ونسلوا بي اللي تعمنا بهذا الاتهام بأن اللي كيخدمه جاندات البوليزاريو هما هما واللي كيعطوه المواد الدسمة الإعلامية هما أصحاب اللوبي ونسوا بي أننا نحن اللي دخلنا المغرب هم بالداخلة بالخصوص حبا في العرش العلوي المجيد ونسوا بي واردينهم هما اللي قدموا البيع رفو تسعمائة وتسعة وسبعين وارثينها من أباهم ومن أجدادهم كما ورثناها حنا منهم هما لي 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 اللي كيوقع عظميها الأقاليم الجنوبية بالخصوص منها الداخلة ونسوا بي اللي باللوادين نحن هما اللي دخلوا كما قلت المغرب دماؤهم ومبساتهم طردوا المستعمر الموريتاني أنا ذاك ونسوا بي أننا أولاد الرجال اللي قدموا البيع والذي يدالهم المغرب الله الحسن الثاني الأسلحة وهذا يدل إنما يدل على حبهم وارتباطهم بالعرش العلوي المجيد ونحن على العهد سايرون ونحن مع المليك والله ينصر المليك وحد كامل بغي دخلنا السياسة وهو أكبر ديكتاتوري وهو أكبر مختلص وهو أفسد الفاسدين نحن باقيين في هذا العهد الجديد ومع هذا المليك الشاب والواعد باقيين نطبع أيدنا فيدون ابن بلادنا بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الزبونية وبعيدا عن المحسوبية والسلام عليكم ورحمة الله والخير موجود خاص غير العدد وكل شيء